عارف لما كنت تتفرج على الفاستان فيوريس وفي توكيو وهو في لندن وهو في الإمارات في كل هذه الأماكن الآن تشاهد فيلم عالمي انتاج مشترك بين موسم الترفيه وموسم الرياض وهيئة الترفيه وأبطال السينما المصرية الكبار العظماء اللي حطه أنا كنت بحضر أيام في التصوير حطه مجهود مرعب انت حتشوف الممثلين دول عاملين ايه حضرتك اتاخد تسهيلات عظيمة في السينمات بتاعت الشرق الأوسط كلها حضرتكو يمكن ناس كتير ما تعرفش انه اكتر من خمسين في المية من السينمات ومن الدخل بتاعي فيلم مصر الآن يأتي من الرياض يأتي من سينمات المملكة العربية السعودية فهناك ايضا دعم للفيلم وعلشان موسم الرياض داخل معهم في الانتاج لنسب انتو عارفين السينما بتاخد نسبة التوزيع او نسبة العرض بتاعتها فهياخدوا نسبة اكتر هذا الفيلم سيحقق عشرات الملايين من الجنيهات هيعمل ارادات كبيرة جدا وزي ما حادكو شايفين مفيش بخل بحاجة فيه ما شاهد في الفيلم ده حقيقية يعني ده اوقات الماتش اوقات الجمهور وهو داخل اوقات تم استغلال المكان بزكاء شديد تم استغلال الاحداث العالمية اللي بتحصل في موسم الرياض بزكاء عظيم اقعد استمتع بقى وانت بتتفرج على اسر ياسين قدام احمد عز قدام محمد ممدوح قدام يعني الناس دي كلها وهي شغالة كل دول مع اخراج متميز وعظيم لراجل بيشتغل قليل جدا ولكن بيعمل افلام زاد جودة عالية كان طارق العريان دائما لما عملت مع اللقاء يقول لي بيبقى عندي الحلم انه المشهد يطلع بطريقة معينة لكن بيبقى ليه سقف الان لا سقف له اعم انت عايز ايه وانا حضرت والله الجلسات دي اتسألوا الناس اللي شغالة على الفيلم ده في جلسة وكان سيدة مشارة تورك قال شيخ قاعد انتوا عايزين ايه انتوا يبقى نعيزكم ايه عشان يتعمل فيلم عالمي عظيم عبقري يليق بالسينما العربية يليق بالسينما المصرية يليق بدور العرض في منطقة الشرق الاوسط ان انت تتفرج على فيلم فعلا جيد بقى ماينفعش واحنا في العصر ده الزكاء الصناعي والانتاج الكبير والافلام العظيمة اللي بتحصل ان انت تدي للمتفرج العربي شيء سازج لازم نشوف فيلم زكي فيلم قوي هي مش قضية فلوس يا جماعة فيلم بيتم تخصيص الامكانيات فيه انه الفيلم في كل مشهد بقول لحضرتك الكاميرا هي كاميرا من الكاميرات اللي نادرا ما تستخدم في افلام يعني بتستخدم في افلام معينة مش كل فيلم يقدر عنده الكاميرا دي العدسات المونتاج الصوت الفيلم يا جماعة صنع الفيلم مش مجرد انه اتنين تلاتة ممثلين وممثلة يطلعوا يمثلوا ويقولوا جملتين ويمشوا انت يجب ان تشاهد شيء مسلي جدا ممتع جدا في قدر عالي جدا من الترفية هذا الفيلم مشاهدته في السينما متعة متعة ما بعدها متعة علشان وانت قاعد على هاجي هذي الشاشة الفضية الضخمة الكبيرة بالمؤسرات الصوتية وبالصورة الكبيرة تشوف كل التفاصيل اللي انت المفروض تستمتع بيها قريبا جدا ايام قليلة ويبدأ العد التنازلي والله ما مبالغة فيلم الموسم وكل موسم ولاد رزق ثلاثة القضية في السينما 12 يونيو ان شاء الله دي حكايتنا الاولى حكاية مبهجة وتشجع الناس على العودة للسينما تروح كده تاخد البوبكورن بتاعك وتقعد دلوقتي بقى في السينما معمولة بطريقة جميلة فيها راحة حلوة فيها اه التذاكر غلية وكل حاجة بس بتبقى فوسحة بتبقى فرجة بتبقى فانت بما انك خارج بقى نقل الفيلم وتفرج على فيلم ينعشك الفيلم مش نقصه حاجة انا بقول لحضراتكم اتفرجت على اجزاء انا يعني من الناس المحظوظة ان انا حضرت الفيلم ده من اول ما بتدوا يتكلموا فيه وكنا بنشوف مشاهد وكان كل يوم بالليل كانت المشاهد تخلص ونشوف اجزاء منه والكاميرات وهي شغالة تعمل اجراءات معينة علشان هذا الفيلم ينتهي بالشكل العظيم ده ولاد رز القضية شوف بقى احمد عز احمد عز ده برضو ممثل عظيم عمر يوسف ده ممثل تقيل اسر يسين كاركتر محترم تايسون ممثل تقيل محمد لطفي من الممثلين بقى القدام اللي فيهم الموهبة الجميلة المزيكة الكتابة فيلم عظيم ان شاء الله نستمتع به وان الفيلم ما يعجبوش انا هتديله التذكرة تعالى اقول لي يا عمر انا ما عجبنيش الفيلم لا يمكن ترجمة نانسي قنقر